إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا يزال الحديث موصولا حول قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه السلام وكنا قد انتهينا في الكلام عنه عليه السلام عندما دار هذا الحوار بينه وبين فرعون وذلك بعدما كلفه الله عز وجل بهذه المهمة الثقيلة ألا وهي أن يذهب لدعوة فرعون إلى عبادة رب العالمين فلما كلم موسى فرعون قال فرعون وما رب العالمين لم يقلها على جهة الاستفهام وطلب العلم عن الله وعن رب موسى إنما قالها استنكارا فبدأ موسى عليه السلام يتكلم عن ربه وفرعون قد حوى في قلبه صفة من أخبث ما يكون بل هي الصفة التي متى وقر في قلب أي إنسان ذرة منها حرم الجنة هذه الصفة التي بسببها يحرم العبد من التوفيق ألا وهي صفة الاستكبار ففرعون كان مستكبرا من العالين كما أخبر الله عز وجل عنه والكبر يا عباد الله من الصفات التي يحرم صاحبها يحرم صاحبها كل خير من الصفات التي متى وقرت في قلب الإنسان حرم بسببها الجنة قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا سبحان الله الإنسان الذي في قلبه الكبر يحرم من فعل الخير حتى وإن رأى طريق الخير ولا يجد نفسه موفقا لفعل الخير بل لا يجد من نفسه إلا سيرا في طريق الغي والضلال وهو يحسب أنه يحسن صنعا الكبر يا عباد الله قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا يحرم من الجنة لا أقول في قلبه كبر بل قال رسول الله من كان في قلبه مثقال ذرة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يعني الذين كان في قلوبهم الكبر في الدنيا يحشرون يوم القيامة على هيئة النمل الصغير من حيث الحجم ومن حيث الصورة فهو في صورة إنسان يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى واد في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال هذا جزاء المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال النمل الصغير الذي ربما وطأته الأقدام دون أن لا تشعر وهكذا يكون حال المتكبر يوم القيامة يغشاهم الذل من كل مكان يطأهم الناس بأقدامهم لا يرون لهم قدرا وهذا من هوانهم وحقارهم على الله عز وجل فالكبر داء عضال وإن السبب الرئيس الذي منع فرعون من أن يستجيب إلى دعوة موسى هو الكبر ولذلك كان على المسلم أن يعلم ما الكبر الذي هو من الخطورة بهذا المكان الذي مثقال الزرة منه يحرم العبد من دخول الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى عرفنا الكبر لنحذر منه وليحذر منه كل واحد منا فقال صلى الله عليه وسلم معرفا الكبر وانتبه معي قال الكبر بطر الحق وغمص الناس بالصاد وفي رواية وغمط الناس بالطاء بطر الحق أي رد الحق بعدما تبين وغمص الناس أي احتقار الناس وسبحان الله تعالى للي يتأمل حال فرعون لما قال لموسى وما رب العالمين وقال فمن ربكما يا موسى على جهة الإنكار بدأ موسى عليه السلام يعرف فرعون بربه فقال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أي الذي خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وخلق السماوات هذا شيء عظيم وخلق الأرض كذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فبدأ موسى بهاتين الآيتين العظيمتين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين واسمع بقلبك يا عبد الله واسمع بقلبك عن ربك الذي تقول أنت عندما تقول أذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا أي رضيت بالله عز وجل خالقا ومدبرا ورازقا رضيت بالله ربا حكما عدلا رضيت بالله ربا الذي يحيي ويميت رضيت بالله ربا الذي بيده الأمر رضيت بالله ربا الذي يدبر أمور عباده سبحانه وتعالى على اختلاف أجناسهم قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وفرعون كان يقول لقومه أنا ربكم الأعلى فذكر له موسى أشياء لا يستطيعها من ادعى الربوبية بحال من الأحوال ما أسهل الإدعاء وما أصعب أن تقيم على ما تدعي البرهان فبدأ موسى بهذه الآيات العظام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فالتفت فرعون إلى الملأ الذين من حوله قال لمن حوله ألا تستمعون فتابع موسى الكلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين فقال فرعون للملأ حوله قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون سبحان الله هذه أشياء لا يستطيعها إلا رب العالمين جل وعلا وما أشبه فرعون بالنمرود الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وكان يظن أن الإحياء والإماتة التي عناها إبراهيم هو أنه يستطيع أن يقتل إنسانا في أي وقت ويترك الآخر ويظن أنه بهذا يحيي ويميت فدعا برجلين فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر ظنًا منه أن هذا هو الذي أراده إبراهيم فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ولذلك قال موسى لفرعون قال رب المشرق والمغرب أي الذي يأمر الشمس بالإشراق من جهة الشرق والذي يأمر الشمس بالغروب من جهة الغرب ولا يستطيع أحد من الخلق بحال أن يأمر بهذا ولا بضده هذه الآيات من سورة الشعراء في سورة طاه قال له موسى عليه السلام مزيدًا من الآيات التي تدل على ربوبية الله جل وعلا عندما قال له فرعون ولهارون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هناك من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله ونحن في الواقع المعاصر مع العلم الحديث والتطور العلمي الرهيب ما يقفى عن أقوى الدول تقدمًا في العلم والأبحاث أضعاف مضاعفة مما وصلوا إليه في كل يوم المزيد من الاكتشافات والمزيد من المعلومات والمزيد من المخلوقات التي ما كان عندهم علم بها وطبيعة حياة المخلوقات شيء في غاية الإبداع والإتقان ولذلك قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فرعون وما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وانظر إلى هذه الصفات التي نفاها موسى عليه السلام عن رب العزة جل وعلا وهذه الصفات هي من لوازم الإنسان فالإنسان قد يخطئ وقد ينسى وهذا لا ينفك عنه بشر من البشر ولذلك قال موسى لفرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إن سألت أي واحد مننا أو أي واحد من البشر هل تعرف الجد رقم المئة بالنسبة لك لا أقول لك تعرف جد فلان أو علان لا أقول لك ذلك إنما أقول لك هل تعرف جدك الذي أنت من نسبه الذي هو رقم مئة في الترتيب قل من الناس بل أقول لا يكاد يوجد من يذكر هذا إلا العدد القليل من الناس ربما نسي الواحد منا جده العشرين ربما نسي ما هو أقرب من ذلك وفرعون يتكلم بقدراته البشرية قال فما بال القرون الأولى يحسب أن رب موسى كفرعون المخلوق الضعيف قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى موسى عليه السلام يكلمه بغاية الذكاء يكلمه ويطعن في قدراته التي لا يستطيع أن يخفي ضعفها أمام هذه الآيات هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هل يستطيع في ساعة من الساعات أن ينزل قطرة ماء من السماء لا يستطيع بحال فإنزال المطر إنما هو من الله جل وعلا لذلك قال سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها لا يستطيع بشر بحال أن يسوق هذا المطر حيث ما أراد أو أن ينزل هذا الماء وقت ما أراد إنما إنزال المطر من آيات الله عز وجل فموسى عليه السلام قال لفرعون هذه الآيات البينات الواضحات على كذب ادعائه بأنه رب وعلى صدق ادعاء موسى أن له ربا قادرا خالقا رازقا مدبرا على كل شيء قدير وهذا حق ولكن فرعون كان في قلبه الكبر وارجع معي إلى الوراء قليلا عندما عرفنا الكبر قلنا أو عندما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر فقال الكبر بطر الحق يعني رد الحق وموسى عليه السلام قد أوضح لفرعون الحق أيما إضاح قال له آيات لا يستطيع إنسان عاقل أن ينكرها ولذلك ختم الله آيات سورة طه فقال إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأولي العقول ولكن الكبر الذي في قلب فرعون منعه أن يقبل هذا الحق هكذا بعض الناس ربما إذا استبان له الحق يرده لماذا ترده هل تعلم أن ردك للحق بعدما تبين لك إنما هو من آكد علامات الكبر الذي في قلبك بعض الناس كده في مشكلة من المشكلات أو في قضية من القضايا أو في أمر من الأمور إذا ظهر له الحق استكبر أن يقبله واستعلى وهذه والعياذ بالله من أقوى علامات الكبر ولذلك الإنسان الذي ليس في قلبه كبر إذا استبان له الحق إذا استبان له الحق قبله حتى وإن خالف هواه ولكن هيهات لفرعون أن يقبل الحق وقد امتلأ قلبه بالكبر فبعدما حاججه موسى بهذه الآيات البينات انظر ماذا أجاب فرعون موسى قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وانظر إلى دقة القرآن لأن فرعون تأكد تماما التأكد أنه على كذب وعلى افتراء لا يستطيع بعد ذلك بعدما قال له موسى هذه الآيات لا يستطيع أن يقول لا بل أنا ربكم الأعلى لا يستطيع أن يقول هذا لذلك ما قال قال فرعون قال لإن اتخذت إلها غيري ولم يقل لإن اتخذت ربا غيري لأنه علم أنه على باطل وهو يعلم ذلك هو يعلم ذلك من الأصل ولكنه استكبر لأن الإله هو المعبود والرب جل وعلا هو الذي يقلق ويدبر ويرزق ويحيي ويميت فالذي يقلق ويرزق ويحيي ويميت هو المستحق للعبادة لذلك نحن نقول نحن نعبد الله رب العالمين فإن الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا والذي يسر لنا سبولنا فهو المستحق للعبادة لذلك نعبده سبحانه وتعالى أما فرعون فما فعل شيئا من ذلك ومع ذلك يقول أنا رب العالمين بأي حجة تقول هذا أنت لا تستحق أن تعبد لأنك لست ربا لكن هو يجحد ويستكبر لذلك قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين هو يريد أن يعبد قهرا ورغما عن الناس حتى وإن كان لا يستحق تلك العبادة يريد أن يمدح بما لم يفعل متشبع بما لم يعطى ولذلك قال لئن اتخذت إلها غيري فرد كل الآيات ورد الحق الذي قاله موسى له فلذلك قال الله عز وجل عنه قال وجحدوا بها أي بالآيات واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا سبحان الله القرآن عجيب أي أنهم جحدوا هذه الآيات مع استيقانهم مع استيقانهم أنها الحق المبين لكن ما الذي دعاهم لهذا قال ظلما وعلو أي استكبارا ولذلك قال الله عز وجل ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى بآياتنا إلى فرعون وملئه فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما عالين ففرعون ظهرت الآن هذه المعاني التي تدل على وجود أحد نوعي الكبر في قلبه ألا وهو رد الحق بعدما تبين أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد تبين مما ذكرنا أن فرعون قد جمع نصف الكبر على التعريف الذي عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الكبر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس وفي رواية وغمص الناس أي احتقار الناس وقد تبين لنا مما ذكرنا أن فرعون قد رد الحق الذي أوضحه له موسى عليه السلام أي موضوح فقال فرعون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون هذا مما أجاب به فرعون وقومه موسى عليه السلام قال الله عز وجل ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون يعني فرعون ومن معه رأوا أنه لا يصح أن يؤمنوا لمن هم عبيد عندهم لأنهم يروا نفسهم الأعلى شأنا والأعلى قدرا وهذا فيه احتقار لموسى ولمن معه من المؤمنين وبهذا يكمل فرعون النصف الآخر للكبر الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكبر بطر الحق وغمص الناس وقد رد فرعون الحق وقد احتقر موسى ومن معه من المؤمنين فتمكن الكبر من قلبه لذلك صرف عن الآيات وصرف عن الحق المبين والذي يحتقر الناس ويحسب أنه على شيء يجب أن يحذر لأن به نصف الكبر الذي عرفه رسول الله الذي احتقر الناس ويستعلي عليهم لابد أن يعلم أنه على خطر وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فأنت إن أوتيت خلقة حسنة إن أوتيت أموالا كثيرة وجاها عظيما فلابد أن تعلم أن هذا ليس بالميزان الذي يذن الله عز وجل به الناس وإنما يذن الله عز وجل الناس على قدر تقواهم والتقوى محلها القلب وتشهد لها الأعمال فلا تحقرن إنسانا لمجرد أنك أفضل منه جاها أو أكثر منه مالا أو أجمل منه خلقة لأن احتقارك هذا لا محل له بهذا الميزان عند الله عز وجل وربما هذا الذي تراه أقل منك مالا وأقل منك جمالا وأقل منك جاها أفضل عند الله عز وجل من ملء الأرض من غيره وإياك إياك أن تحتقر أحدا لأن باحتقارك هذا فإنك كأنك تقول لنفسك لقد حويت في قلبي نصف الكبر والكبر يحرم صاحبه من دخول الجنة ويحرم صاحبه من التوفيق والسداد لذلك حرم فرعون بسبب وجود هذا الكبر في قلبه حرم من الهداية وظل مجادلا لموسى مستعليا مستقويا عليه فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فقال له موسى قال أولو جئتك بشيء مبين غير هذه الآيات أي لو جئتك بآية أخرى ببينة أخرى تدل على صدقي وصدق ما جئت به قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وإن قدر الله البقاء واللقاء للأسبوع القادم نستكمل ما يكون من شأن موسى عليه السلام وفرعون وكيف سيفعل فرعون مع هذه الآيات البينات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا ولا تعين علينا وكلنا ولا تكن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتذا اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين أواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم اللهم عجل بنصرهم اللهم عليك باليهود الملاعين ومن عاونهم من الفجرة الكافرين والمنافقين اللهم عجل بنصر إخواننا اللهم عجل بنصر إخواننا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة